وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين لازلنا أيها الكرام الأحباب مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نستمعوا إلى الآية لنحاول أن نفهمها ونطبقها لنحاول أن نعمل بها لعل الله أن يجعلنا من أولي الألباب ويهدينا بذلك ومعنا في الجزء العاشر قول ربنا جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الله جل وعلا يربي الأمة الآن على التآخي على التآلف على التآدد على التكاتف على التلاحم أن تصبر على أخيك لأجل أن تكون معه وحدة واحدة كنا بيدونا وإحنا عيال صغيرين فاكر على الخحمة وإحنا أطفال صغيرين كان يجيبوننا كده يقول لك الاتحاد وكوة عبارة إيه إن الأب جي يعلم عياله يقول يا ابن هات العصاية دي الصغيرة دي اكسرها يقوم كسرها طب هات العصاية التانية اكسرها يقوم جايب حزمة العصيين يقول لك حول تكسره ما يعرفش هو دا للتحاد هو دا الذي أراده الله جل وعلا منا أن نتكاتف أن نتآلف أن نتحد ولا نتنازع حتى لا يأتينا الفشل الفشل قرين التنازع وتذهب ريحكم تذهب قوتكم تذهب قوتكم فإذا أرادت الأمة بفضل الله جل وعلا أن تنتصر على عدوها زي ما ربنا قال لنا وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة هم متحدين اليهود مع الأمريكان مع الإنجليز مع البريطانيين مع الإيطاليين كله بيتحد لضرب الإسلام الأمريكا عدوها الروس والروس عدو الأمريكان إلا الإسلام طالما وجد الإسلام يتحدوا مع بعض لضرب الإسلام فكما أن هؤلاء يقاتلون كافة ويتحدوا علينا نحن أولى أن لا نتنازع وأن نتآلف لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس الدولة وأن يرسي دعائمها وأن يثبت أصولها وأن يقيم هذا المنهج على أرض الواقع أول حاجة النبي عمل إيه لما هاجر مكة إلى مدينة دخل النبي إلى المسجد فبناه وآخا بين المهاجرين وأنصار كان فيه تنازع ما بين الأوس والخزرج حروب أعدل تلتمث سنة دخل النبي عسلم فآخا بينهم وألف بينهم وأصلح بينهم وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوائكم واتقوا الله لعلكم ترحمون عوز ربنا ينصرك على عدوك وقوتك تظهر اتحد مع أخيك بطاعة الله جل وعلا بطاعة الله جل وعلا عشان كده أخي بقولك الأخوة سبيل النصرة التآخي سبيل التمكين هذا الذي فعله النبي على الصلاة آخا بين المهاجرين والأنصار وآخا بين الأوس والخزرج لدرجة لما النبي بدأ يشمي لها التنازع كسع مهاجرين أنصاري واحد من المهاجرين ضرب أنصار راح وائح هاي الأنصاري ضربه فنادى الأنصاري يا للأنصار اتجمع الأنصار قال المهاجري يا للمهاجري اجتمع المتهاجرين ورفع الصيوف وأخبر النبي فخرج النبي يجر ثوبه يقول حسبنا الله أنعم الوكيل وقف النبي بين المهاجرين وأنصار وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة وأنزر الله الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الأمة مش هضيع ولا قوتها هطروح ولا بأسها هيروح إلا إلا لو اختلفوا فيما بينهم يا إخوانا 24 دولة في أوروبا مختلفة في اللغة أنا رحت سويسرا لقيت في سويسرا أربع لغات في سويسرا أربع لغات لغة أسبانية في الغرب لغة فرنسية في الشرق لغة سويسرية في النص واللغة سويدية في الشمال أربع لغات وسويسرا أصلا كان خمسة مليون بلد قد المنصورة وفيها خمس لغات وكل الدول دي اتجمعت اتجمعت بتأشير واحدة تدخل 24 دولة وإحنا مسلمين وعرض وجنب بعض وجنب بعض دين واحد رب واحد أولا دين واحد نبي واحد لغة واحدة ومع ذلك مش عايبين التحد حدود دي عبارة خط ما بين دولة بدولة خط بين دولة دولة أنا شفت حدود في دول أوروبا عامليني خط كده يقول لك دي مش عارف دي النرويج ودي السويد خط كده ولا مش عارف ده دي اسكوتلندا ودي بريطانيا خط بينهم بس كده سبحان الله طب احنا احنا أولى أن نتحد ولا تنازحوا فتفشلوا هنفشل والله إلا إذا اتحدنا فالاتحاد قوى فعلا عشان كده النبيع الصلاة يقول في صحيح مسلم حديث ساعد المواقص سألت ربي سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها تقول يا رب الأمة ما تموتش من الجوع فربنا أعطاه ذري خلاص مش يتموت من الجوع وقال لا يهلك أمتي بالغرق ما يجيش تسنام تغرق الأمة خلاص مش يتقرب تقرب كلها بالغرق ممكن شوية تموت ناس ماشي الناس تجوع وتموت ماشي إنما الكل لا وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فما نعنيها هي دي المصيبة أن يكون بأسنا بيننا أن يكون بأسنا بيننا أن يحصل تنازع أن يحصل اختلاف أن الأمة تحارب بعض زي ما النبي قال يرجع بعضكم يضرب بعضكم رقابة بعض قالوا يا رسول الله وفينا عقولنا معقول مسلم يضرب مسلم العراق تغطب الكويت والكويت تضرب العراق ومصر تضرب اليمن والسعودية تضرب اليمن وليبيا طوف قدام مش عارف تونس معقول ده يحصل ما بين مسلمين دين واحد والشريعة واحدة هم عملوا كده سايك وسبيك وحط لك تلت جزر ما بين مش عارف الإمارات وما بين وما بين مش عارف عمان ولا ما بين أصد الإمارات واللي فوقها مش عارف قطر وقطر بينها ايه في جزيرة بيختلفوا عليهم حطوا الكلام ده كله ليه الأمة تقولوها كالجسد الواحد يجيروا أدناهم على أعلاهم علشان كده النبي على السلام يقول إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش يا بينهم بعد الفتح مسلم شغلة الشيطان يعمل الشعناء ده شغلة الشيطان ينغز ويكبر وينفق ويقوله يا أه ده يركبك ده يعمل لك بعد كده لذلك لو أنت عايزين تطبقوا الآية قول الله جل وعلا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذارب حكم واصبروا إن الله مع الصبرين اصبر على أخيك احفظ الكلمة دي مني لابد أن نتناسى الضغائن مش بقولك ننسى وكما تنساش ما تنساش ما تنساش اللي عمله فيك أخوك ما تنساش الكلمة اللي قاله لك صاحبك ما تنساش اللي عمله فيك زميلك لا لا أنا بقولك نحاول أن نتناسى حاول تنسى ترك الضغائن حتى نقف سويا أمام عدو هو لنا مشترك عدو واحد يبقى وقف انت مع أخوانك كتلة واحدة ما يقدرش يكلمك ما يقدرش يكلمك أكلت يوم ما أكل الثورة الأبيض أقول لك عمليا احفظ مني تنازل عن الدنيا لأجل بقاء الأخوة ولا تتنازل عن الأخوة لأجل بقاء الدنيا بينك وبين أخوك تجارة بل لك الأخوة أخوها تجارة تجارة وأنا من يوم ما بخلت على ما عدش بيكلمه عشان خد مني وعمل فيه إيه لا أسيبك من الدنيا وتنزل عن شيء من الدنيا عشان تبقى الأخوة عشان تقف سويا أمام عدو مشترك واصبر على ذلك لعل الله أن يجمعكم بقوله ونزعنا ما في ظرهم من غل إخوانا على سر المتقابلين نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المؤمنين وأن يوحد صفهم وصلى الله عليه وسلم وبركة نبي محمد والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة